اشتركوا في القناة ومطش الزمالك يوم الحد لان اللاعب لسه بيواصل برنامجه التأهيلي ومرحلة الجاري الخفيف حول الملعب في اختبار طب هيتعمل بعد مباراة استرن غدا وهيتحدد على موقفه او على ضوء النتيجة موقف محمد عبد المنع بالنسبة لبدري بنون هو طبيا وبدنيا جاهز بدليل انه شارك في الجزء الاخير من مباراة المصري بالسلوم في كأس مصر اول امس وبالتالي بيتم تجهيزه وتحضير مشاركته في الفترة اللي جاية بدري الحمد لله يمكن مرة عليه خمس شهور كانت فترة صعبة جدا في فكرة التأهيل والتحضير بعد مضاعفات الكورونا اللي اتعرض لها في الا الكاميرون وبالتالي الفترة الجاية ان شاء الله بدري بنون هيكون اضافة قوية لخط دفاع النادي الاهلي مع محمود متولي كمان في نقطة مهمة اي لاعب بغض النظر عن الاصابة سواء اصابة عدلية او حتى لو كان عنده مضاعفات كورونا عشان يرجع يشارك في المباريات محتاج يشارك بشكل تدريجي يعني ايه يشارك في اخر خمس دقايق يشارك بعد جدا في مطش تاني ربع ساعة نص ساعة شوط واحدة واحدة لغاية لما يقدر يشارك فيه التسعين دقيقة ده عشان يحصل الله اعلم موقف مطش زيانك هيبقى ايه يعني هيكون لاحق ولا ملحقش بس اعتقد هيكون موجود مع الجهاز الفني ومع اللعيبة لكن مشاركته بشكل اساسي ما اعتقدش في الفترة الحالية هتبقى مؤكدة لسه مساحة وقت على ما يقدر يشارك بشكل اساسي لكن الحمد لله بدري رجع عبد المنم عنده وقت يرجع وكمان محمود متولي رجع وشارك فيه المطش الاخير طيب كورو بلص مهتم بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي والحساب الرسمي لكورو بلص على تويتر نشر ان الاهل يرصد ما يقارب من الثلاثة مليون يورو للتعاقد مع المدير الفني الجديد للاهلي والكلام ان سقف الطموح بفكرة احتمالية زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة وارد جدا ده على عهدة المصدر اللي صرح لكورو بلص لكن فكرة ان الاهل يرصد ما يقارب من الثلاثة مليون يورو الكلام ده ما بيبقاش محسوب بالشكل ده هو عنوان مقرر يعني العنوان ده بيتقرر من ايام منه والجزية ومع كذا مدرب لما الاهل يتعاقد مع المدربين كان بيتقال دايما اللي استنبت الخبر مليون واثنين وثلاثة هو يتقال كتير قوي لغاية لما الاهل يعلن من هو المدير الفني القادم ولكن لما بتيجي تختار مدرب ما بيبقاش المعيار الاول القيمة المالية انت اولا بتشوف المدرب اللي انت هتختاره طموحه ايه مشروعه ايه اشتغل في المنطقة هنا قبل كده ولا لا ثم نشوف كمان القيمة المالية مرتبه السنوي متوافق مع القيمة الاقتصادية او الارقام المالية اللي بتدفع في مصر ولا لا بيتم ترتبها بهذا الشكل كلام ده تكتب وقت ما راحل فيلر والناس كانت في حالة صدمة لان محدش كان يتخيل انه مدرب افريقي هيتولى النادي الاهلي او تدريب الاهلي في الفترة القادمة وبالتالي الفترة اللي جاية هل المدرب هيبقى افريقي اوروبي عربي محدش عارف فبالتالي الارقام دي بتتكتب كاطار انه هو عايز يعمل خبر عشان المشاهدة او الاراية او الفيو والسوشيال ميديا والترافك اللي موجود من خلال السوشيال ميديا لكن خبر مش مؤكد وعاري تمام من الصحة وبيتمش حسابها بالشكل ده لا 2 مليون ولا 3 مليون ولا تتحسب بالشكل ده خالص طيب حساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكنفدرالية وده حساب خاص بالاتحاد الافريقي على تويتر اتكلموا على بيرسي تاو وبيتكلموا على ارقام واحصيات رقمية متعلقة باحد لعبي النادي الاهلي سجل 3 اهداف وصنع 5 اهداف بيرسي تاو قدم اداءا مميزا رفقة الاهلي هذا المسم في دوري ابطال افريقيا نتمنى يكون فيه الافضل كمان الفترة الجال ان بيرسي تاو لعب مهم جدا ولعب دولي ولعب مبارات المغرب وجنوب افريقيا في تصفيات كاس الامم وكان لعب اساسي مع منتخب جنوب افريقيا امام المنتخب المغربي فلعب قمت التسوقية والفنية كبيرة لانه بيلعبوا منتخب كبير زي منتخب جنوب افريقيا الوطن الرياضي ودي اخر حاجة معايا في تريند الاهلي والخبر ده على وهدة الزملاء في الوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا ان محمد حمدي يبلغ زملاءه في بيرامدز بالرحيل الى الاهلي وقال ان محمد حمدي بلغ زملاءه ان المسم الحالي هو الاخير ليه مع بيرامدز ويكون مع الاهلي في المسم المقبل لان عقده هينتهي مع بيرامدز بنهاية المسم الجاري وهو رفض تجديد عقده مع الفريق الفترة اللي جاية ده كان كلام محمد حمدي ولكن على عهدت الزملاء في الوطن سبورت انا باعتبرها بالتأكيد اجتهادات للي لسه حوالي ثلاث شهور على نهاية المسم اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف التريند المحل واخبار المنتخب والجديد معنا في الفقرات اللي جاية